مرحبا وولكن باك تو ماي تشانل بفيديو جديد بفكرة جديدة فيديو اليوم ارح نعمول سوى الدوبليكيت ولا هي مو اف ان انسپرايشن من اه من منتاجين كتير بحبون وحكيتي علي هون صار لي سنين و سنين بقناتي لاني مجربة هون اول واحد يلي هو تاوب سيكريتش من حدل ايفسالوه يلي هو البالم موزيل الميكب وتاني واحد من عند كلينيك يلي هو تاوب دي اوف انا من تقريب الاربع خمس سنين اعملت موزيل ميكب هيكي بهيدا الستايل تقريبا ما كان فيه كلي كان فيه طامي اي تنك كان الكايولين كلي زائد كلي تانية بس انا كان بدي اعمل متل هيدا المونتاج متل هدول المونتاجين تاوب دي اوف صار لي سنين و سنين و سنين و سنين و انا عم بيستعمله وما بقدر استغنى عنه لوقت صار حتى انا استغنيت عنه لوقت ما جبت تبع الايف سان لوران ميني لانه على السنت الكلينيك is fragrance free بس الو ريحة شوي كيميكل شوي مش شوي صراحة كتير بس زبع الايف سان لوران ريحته كتير طيبة شو رح ارمول انا متل الولاد الصغار عم بتبع من خاري بدي فرجيكم القوام طبعه هو اي نعم ماسيك حالو سامهاو بالكونتينر وانما بس بيلمس للجلد بيدوب وهيدي هي وظيفته ماشي بدنا نشيله بايدين كتير ناشفين مش مبللين عدا هيك رح ننزعو للمنتاج حتى بشرتنا بده تكون ناشفة فبيتنزل على بشرة ناشفة فيها ميك اوب حتى اذا ما يعني مش ضربوا يعني يكون عندكن ولا حطين ميك اوب بس بتنزلوه بيدوب بنعمل حركات دائرية متل ماساج and then بنمسحو كمان كتير مهمة هيدا النقطة and then بنغسل وشنا هيدول شوي من التجارب اللي عملتها لانه صار لي من تقريب الاخر سنايا اللي فاتت وانا عم بجارب لحتى اوصل للقوام المزبوط الاول والتاني ما زبط هيدي التالت كان كتير لوز كمان ما عجبني القوام تبعو هيدول تلاتي الاخرانيين they were kind of ok بالنسبة للقوام performance جيد جدا وانما كان بدي اوصل لهيدا البالنس لهيدا التوازن فخلونا نشوف الperformance تبعو ايه ماسيك حالو بالكونتينر ماشي بس بنفقدو بيدوب لانه هيدا النقطة بدي يكون ماسيك حالو مش دايب بالكونتينر وما يكون كتير صالب لحتى فينا نشيلو باسبعنا بس بذات الوقت بيدوب اخدت اليف سان لوران منتج من عند اليف سان لوران كمار جيري بالنسبة للمكونات فاول مكون معنا هو الاثيليكسيل بالميتيت ما تنخده بهيدول الاساميل الطوار الكبار والاساميل العلمية هو ببساطة ايستر وفيه فرق بين الايسترز وبين الاويلز واغلبية المنتجات اللي موجودين بالسوق بتلاقوا اكبر المكونات يعني كاريشو هني ايسترز لانو الهم عدد فوائد الزيوت اي نعم ده فانسير دير اوسم دير نايس وموجودين تحت ايدنا يعني بتلاقوهون يعني everywhere وانما بالنسبة لالكوست كتير غاليين زائد دغري بيأكسده ماشي فهيدا المكون ما بيأكسد المكون تاني هو كروموليانت اس سي اي هيدا المكون بالتحديد يا الله يا الله يا الله الدهن غارمت فيه ساقلي من السنة ياللي فاتت I think ولا السنة ياللي قبلها anyway سنة ونص ولا سنتين هو water dispersible معناته انه بينتشر بالماء بس قابل للدوابان في اغلبية الزيوت والاسترز ومعازيزات رغوة والكحول المكون الرئيسي ياللي موجود بالإيف سان لوران للأسف الشديد مع اني طالبته وموجود بس باليوكي موجود بس ببريطانيا بس لما طالبته من هون بعد اسبوعين وانا نطره لا يوصل كنسرولي الأوردر وما خبروني ليه ولا حدد يأمني عشانا ليه كنسرول الأوردر يمكن ما عم بيوصلوا لا عندي وإنما sometimes we need to improvise فبدنا نشوف لما بنعمل duplicate مثلا لتاكيبة بدنا نشوف خصائص كل منتج وخاصية هيدا المكون ومش المنتج المكونات خاصية هيدا المكون انو لما رح نمسح المنتج من وشنا وبدنا نغسل وشنا ما يكون مدهنة ومزيت بذات الوقت ما بيخلي ريزيديو هيدو البقايا البيضة المكون الثالث ياللي هو the synthetic wax للأسف الشديد جدا 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 هو مشتق من شمع الhydrocarbon ومشتقات الpetroleum الpetroleum يعني فأنا لحتى اعرف اعمل منتج بدي جارب المنتج جاربا هيدا السنتاتيك واكس انا جايبا من making cosmetics درجة الدوابان تبعه is very specific و that's the reason انو انا استعملتو درجة الدوابان بين 66 ل 73 سلسوس يعني 150 ل 163 فارانيت فيكن تستعملو شمع تاني مثلا البيز واكس بس البيز واكس بدتكن شوفوا درجة الدوابانه لانو اقل من هيدا الشمع درجة الدوابانه كتير عالية فبدتكن تاخدو بعين الاعتبار هيدا الشي زائد استخدامة الخخوبة اويل خخوبة اويل ببساطة هو الشمع سائل ما بيكسد فبدتكن كمان اديروا بالكن دوابتو بالmicrowave ما راح يدوب معاكن على ال double boiler لانو ايجا بنرجع نعيد درجة دوابان السنتاتيك شمع السنتاتيك وقت كتير عالية فسعملت الميكرو ويف and then بعد هيك يزدت شوي صغيرة تبعه لزبدة الشياء ماشي ما بنضيفها بالاول لحتى ما تحب حب معانا وترمل حركتون وتركتون على جنب درجة الحرارة عالية منيجي هلا للزيادات ساقح استعمل مادة حافظة مع انو اتن انهايدروس بروداكت ما فيه ما بس تيل بدنا نحافظ عليه استعملت الاوبتفين زائد استعملت ولا قح استعمل اكستراكت يلي هو الجنسينج اكستراكت هيكي mainly it sounds nice طبعا للبنيفت بالنسبة للسنت كتير مهم عندي السنت استعملت جاب ريال دو شانيل تايب لحيتها كتير حلوة very sophisticated ما كان بدي استعمل شي يعني من شوكلات والفودي ستاف زائد الفيتامين اي لانو بدو يحافظنا على زبدة الشياء يلي استعملناها حركتون كتير منيح هلا بنيجي لدرجة الحرارة ارح ارجع اقول اعيد او زيد درجة دوابن سنتاتيك واكس كتير عالية فما فينا ننطر لحتى تنزل درجة الحرارة ال 120 لانو رح يجمد معانا فلما وصل لتقريبا ال 145 درجة زدت كل المكونات التالية يلي هي الزيت العطري الفيتامين اي المادة الحافظة لانو الاوبتيفين درجة الحرارة فينا نوصل يعني الى اقل من مية وخمسة وسبعين ولا مية وستين درجة فارنايت فعادي جدا انو يعني نزيدوا بهيدي المرحلة ما رح ينحرق الفيتامين اي انا استعمالت اه ريشيو معين لانو على درجة الحرارة العالية ما فينا ننطر ماشي فنعمل بالانسين بريشيو على حسب امتين رح نزيد اه ولا امتين رح نضيف هيدول المكونات وبعين الاعتبار انو في جزء من هون رح ينحرق بس طبعا المادة الحافظة ما رح تنحرق لانو مية وخمسة واربعين درجة فارنايت سكبت هون بس بدنا نتأكد انو الخلطه كتير منيح حطيت هون بالفرج تقريبا لعشر دقايه اربع ساعة كتير مهمة هيده الخطوة ما نزيد على ربع ساعة برجع اكد ما نزيد على اكتر من ربع ساعة وهيدا هو شكله بدنا نتأكد انو ما في اه يعني مش سخار بعد هيكي بعد تقريبا ساعتين او ثلاث ساعات بنقفله هيدا هو شكل المنتج كخامة ماشي ماسيك حالو كتير منيح زائد لما بنشيلو بينشال معانا عندن لما رح نفردو على وشنا رح ينفرد معانا بنمسحو كتير اجانو هيده النقطة بنمسحو عندن بعد هيكي بنغسل وشنا سوما فينا نستعمل الشمع المستحلب ببساطة لا اتسنو انا ما بدي شمع مستحلب لانه الكوموريانت رح يعمل هيده الشرق انا ما بدي رح يكون على ابيض شمع المستحلب اذا استعملنا بهايدي الوصفة ولا بهايدي التركيبة رح يكون كتير تقيل على الوش رح يصير متل الكرام انا ما بدي كرام انا بدي بالم ماشي فكل مكون من هيده المكونات الووظيفة معينا في كون تغيرو الاتيليكسي البالميتيت باستر تاني ما في مشكل ابدا زائد انا ننسي تقول بالاول انه استعملت كابريك تراغليسيرايد يلي هو زيت جوز اللي هيندل نجزة هو فيها في الام تي سي وفي الفراكشنيتد كوكونوت اويل تلاتيت هون مختلفين وانما هلا رح نغمد عيوننا ونعتبرون انه كليات هون نفس الشي زائد للأسف الكرامولينت الاس سي اي ما فينا نغيره كتير مهم لحتى يعني ما يكون المكون المنتج عم فوت الكلمات البعض على المنتج ما يكون ندهنن ومزيات السنتاتيك واكس متل ما إلد سرحت لقوه باغلبية الدول العالم لانه كتير خيصه موجود يعني من مشتقات الهيدرو كاربن ولا البتروليوم ففيكن تستعملوه او فيكن تستعملوه for more of a natural للناس اللي مثلي ما بحبوا هيدا المكون وانما ماتدون عم بستعمل المنتج من عند ايفسالوها سواء او من عند الكلينيك فيكن تستعملو مثلا البيز واكس على ابيض لانه الاصفال رح يستعملكن على شكل المنتج وانما بدكن تعرفوا تعملوا البالانس لانه درجة الدوابان الشامعين مختلفة كومبليتلي وطبعا بدكن تستعملو الاكستراكت الخلاصة تكون زيتية ايا خلاصة من اختياكن ايا زيت عطري من اختياكن ما بدكن زيت العطري بلا بدكن تستعملو زيت اساسي فيكن وانما اجان بدكن تعملو بالانس بالنسبة للفايتامين لحتى ما بعدين يعني تطلع ريحتو او اي اكسيد ودات سابوته بالنسبة للتركيبه كاملتان بدكن تنطو عندي متل الشاطرين لالجروب تبعي بالفيسبوك تحت بس نضع وصفة رح خليكن رابط لالو اه هناك رح تلاقو الوصفة بالكامل او اذا عندكن اي سؤال ودات سابوته اذا عجبكن الفيديو يا رابيكن عجبكن ما تنسوا تضغطوا لايك تشكروا بالقناة بشوفكم فيديو جديد و تانكس ابي زي نفو واتشين باي باي اشتركوا في القناة